والاحتكام للعقل واختيار نهج الحوار سبيلاً لمعالجة الاختلافات والتعامل مع الآخر الأمل في الدكاء التونسي الذي أكسب التجربة التونسية خصوصيتها وتميزها وهذا الأمر تحديداً من شيئم أهل العزم ومن شيئم الكراب فشكراً لكم على تلبيت نداء الوطن والقبول بالجلوس إلى بعضكم للتداول بشأن ما بقي من المرحلة الانتقالية في إطار مبادرة الحوار الوطني المنبثقة عن الأطراف الأربع الرعية ووفق خارط التطريق التي حددتها الشكر موصول أيضاً إلى الأطراف الرعية للحوار الوطني على رحابة صدرها وعلى سخاء عطائها وحسن أدائها وعلى الجهود التي بذلتها لتذليل الصعوبات ولإعادة الثقة بين الفرقاء السياسيين في جدوى الحوار وفوائده سيدات وسادة كما لا يخفاكم فأن تونس تمر وبشهادة الجميع بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خانقة غير مسبوقة أزمة متعددة للأوجة أصبحت تطلب إجراءات جرئة وعاجلة للخروج منها وإيجاد حلول جماعية لها قد تكون في المنطلق لغير مقبولة لهذا الطرف أو ذاك أن الأيام تمر والأوضاع تزداد سوءاً على أكثر من سعيد ومخاوف الأزدقاء كما الأشقاء كما التونسيات والتونسيين من فقد تتملك الجميع بشأن الثقة في قدرة التجربة التونسية على النجاح والتألق خاصة أمام التراجع المستمر في الترقيم السيادي لتونس على المستوى الاقتصادي واستشراء مظاهر الفوضى والعنف والتهريب والإرهاب على المستوى الأمني تفاقم الاحتقال والتذمر والتظاهر الاحتجاجي الناجم عن تظاهر القدرة الشرائية واستفحال البطالة والفقر على المستوى الاجتماعي والتشنج الذي قد يصل حد العدائية والذي أصبح يتبع الخطاب السياسي ومراسم التعامل فيما بين الأفراد والأحزاب لقد سئم التونسيون دوامة التجاذبات والمراوحات فيما البلاد تغرق يوم بعد يوم بل ساعة بعد ساعة في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وفي عملية لي ذراع لا يرى أحد مآلها ولا يدرك أحدا عواقبها وويلاتها إن تونس في حاجة اليوم إلى التهدئة وليس إلى الخطابات والمواقف المتشنجة إن تونس في حاجة إلى توافق جميع أبنائها وقواها والتخلي عن فكرة الأغلبية والأقلية على الجميع أن يعي بأن لا طرف قادر على حكم البلاد بمفرده كما أن لا أحدا من مصلحة إقصاء الآخر الجميع أمام خيارين اثنين لا ثالثة لهما أما التوافق على قاعدة أجندة وطنية تجسد ورادة الجميع وتراعي المصالح المختلفة وخارطة الرباع أفضل تجزيم لها وأما فتح الأبواب على مسرعيها أمام المجهول وأمام الأجندات الخارجية بتدعيتها التنموية والأمنية والاجتماعية والبيئية وهو ما سنتصدى إليه جميعا إن شاء الله بكل قوانا سيدات والسادة إن حالة الأختقال القصوى التي تمر بها بلادنا والتي بلغت حد الاغتيالات السياسية التي أفقدتنا الشهدين شكري بالعيد والحاج محمد البرهامي وطالت جنودنا ورجال أمننا وحرصنا الوطني وباتت تنظر بأخطر السنياروات الإرهابية وأسوأها وتمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن والاقتصاد والتنمية وقد وجب الكشف عن ملابساتها وفتح تحقيق مستقل حولها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكشف الحقيقة لكل التنسيين بما حملوا كل طرف مسؤوليته سواء بسبب التورط أو التقسير أو حتى عدم المشاركة في معناها القضايا الإرهابية هذه يُعيد إلى أصحاب الحق لحقوقهم أن كل ذلك قد استغله البعض وخاصة من أعداء تونس إلى السعي إلى أفقاد التونسيات والتونسيين ثقتهم في نجاعة مؤسسات دولتهم وفي قدرة نخبهم السياسية إلى إدارة الشأن العام بما سار يُعسر تحقيق الإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي السلمي وتوفير شروط التقدم في تلبية شعارات ثورتنا المجيدة من حرية وكرامة وعدالة الاجتماعية أن التردي هذه الوضعية هي التي دفعتنا إلى التقدم بمعيد شركائنا الراعين للحوار بمبادرة من أجل الحوار الوطني وقد أكدنا منذ البداية عدم انحيازنا إلى أي طرف كان وأن أطلاق مبادرة الحوار الوطني تمت بواعز الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن باعتبارنا طرفاً فيه ومكون أساسي منه وليس من منطلق الوساطة أو من قبيل التطفل على الشأن السياسي وقد حرصنا بصفتنا تلك على إشفاع مبادرتنا بخارطة تاريخ واضحة المهام والأجال لاختصار الوقت ولتصويب الحوار إلى ما اعتقدنا أنه متأكد ولا يقبل الانتظار ومن شأنه المساعدة على الخروج من حالة الإرباك الكبيرة التي تعيشها بلادنا وهو الإعلان الصريح عن البدء في المفاوضات سواء كان بالنسبة مبدأ استقال الحكومة ثم بعد ذلك الاستقال الحقيقية وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة تراث وشخصية وطنية مستقلة والإبقاء على المجلس التأسيسي بما يضمن نجاحه وجديته وها نحن قد استوفينا اليوم وبفضل تفاهم الجميع كل الترتيبات الضرورية للالتقاء حول مائدة الحوار الوطني ونأمل أن تكون هذه اللحظة محققة لتموحات الجميع وفي حجم انتظارات شعبنا والمتطلعين إلى تجربتنا لاستعادة الثقة في ريادتنا والأتمنان على مصدقياتنا وقدرتنا على رفع التحديات وكسب الرهانات سيدات وسادة أن الأحكام التي نطلقها على الآخرين قد تكون أحيانا ناتجة عن سوء الفهم وعدم القدرة على الاستماع إلى الآخر لذلك فإن الصبر على الآخرين والإنصات إليه لإدراك انتظاراتهم وتقدير تخوفاتهم من ناحية وتوخي الوضوح والدقة في التعبير عن ما يخالجه لنحن من احتياجات وانتظارات من ناحية أخرى هو الكفيل وحده بتحويل أي سراع أو نزاع مهما كان مشحونا ومتشنجا إلى حوار هادي وبناء ومستوفي المصدقية وحتى كون الحوار هدفا ومجديا وفي مناخ الثقة والمسؤولية فأنه يفترض التخلي عن منطق الغالب والمغلوب والاقتناع بأن الكل غير ممكن في وضعنا الحالي وأن تقديم التنازلات من الشروط الأساسية المسلم بها وليس خافيا عليكم أن مصداقية الحوار تبقى مرتهنة بجملة من السلوكيات التي ينبغي أن تتوفر لأطراف المتحاورة ولنخالكم بعيدين عنها من ذلك حسن النية واحترام المخاتب واحترام حقه في الدفاع عن آرائه ومواقفه والحوار يفترض أيضا الكثير من ضبط النفس والتسامح مع الطرف المقابل وعلى مواقفه التي قد تبدو حادة ومتشنجة أحيانا فذلك مصدر قوة وثقة في النفس وقد يؤثر على المخاتب لتعديد أسلوب تعامله إننا أذن أكد على ذلك فلأننا حريصون على أن لا تلقي التجاذبات التي سيطرت إلى حد الآن على المشهد السياسي وعلى العلاقات بين الفرقاء السياسيين بذلالها على ما نحن عازمون عليه لمعالجة أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وليتذكر الجميع أننا على مركب واحد وأن لا فضل لواحدنا على الآخر اللي بيحب هذا الوطن وبالإخلاص في خدمته والتفاني في تحقيق ازدهاره والتضحي من أجل سلامته وسيادة قراره فالوطن أولاً وقبل كل حزب أو تكتل أو مسلحة شخصية ومن لا يحب وطنه ولا ينمي عزة الانتماء إليه تقل مناعته ويصبح أداة طيعة في أيدي أعدائه ويوظفونه بمشيئتهم سيدات والسادة لا شك أنكم واعون بأن الصعوبة اليوم التي نسعى إلى التغلب عليها تكمن أولاً في تغيير العقليات والاقتناع بالأولويات المطلقة المصحة الوطنية ومغالبة النفس القبول بالتضحيات وتقديم التنازلات ولكنها تكمن أيضاً في إحداث مؤسسات قادرة على تحقيق أهداف الثورة وأهم حاجيات المواطنين ومنها الأمن الضامن للحياة والعمل اللائق والإنتاج والعيش الكريم وحتى نتواجز هذه العقبات النفسية التي تمنعنا من مد جسور التواصل وأحلال الثقة اللازمة للعمل للجماع المشترك ولكي نضمن الحوار الجديد المطلوبة والمصداقية المنشودة من خلال إشارات تمأنة يمكن توجيهها لعموم شعبنا في من الضروري الحرص على اختصار أجل هذا الحوار الذي بدأناه وخاصة لكساب نتائجه السبغ الإلزامية حتى لا تبقى مجرد أعلان نوايا لا غير كذلك وأن تبقى التوافقات التي قد تصدر عن هذا الحوار تحت ضمانة ومراقبة الرأي العام فأن الأطراف الراعية مدعوة إلى متابعة الالتزام بالتعادلات المنبثقة عن تلك التوافقات بل أكثر من ذلك فأن من شأنها أن تحث جميع الفرقاء على سياغة هذه التعادلات سياغة قابلة للتنفيذ يمكن الاحتجاج بها لدى جميع الأطراف وفي اعتقادنا فأن خارط الطريق التي جمعتنا اليوم تمثل الحل الأمثل للخروج من الأزمة بما تطرحه من حلول العملية معقولة بعيدة عن الحلول القصوى مهما كان اتجاهها وهي تستجيب لضروريات المرحلة ولتطلعات شعبنا لذلك فأننا ننتظر ترجمة نانسي قنقر